واحدة من الأفكار اللي بتلغبط الطلبة كثير جدا هي مسألة الملتبليكاتيف انفرس مسألة مهمة جدا لانه هي فيها تركيات كثيرة لازم تركزه في الدومين لازم تركزه ان هو يقول لك انه الان انفرس ايكوال سري فازين نجيب الاكس لازم نركز في تفاصيلها دي وعشان كنا جمعنا لكم كل المسائل من كل الامتحانات اللي فيها الملتبليكاتيف انفرس واتبعوها معنا دلوقتي في الفيديو يلا بينا يلا بينا جدا بي تحديد ان اقصى جين ملتبليكات الملتبليكات الملتبليين نصف اقصى الملتبليكات الملتبليه نضح الإيمانه انفرس نضيف الى نه åكس سناخذ منها انفرس كل ملف توجه لانا اصدقى هكس يبقى لانه اكس واحدة والانا اصدقى هكس يبقى لانه انفرس هنا برضو هنأميل دون الارترقات X بار 2 X و X 2 number product بتاعهم 2 و plus بتاعهم 3 مافيش غير 2x1 دي بوزيتف يبقى الاثنين لازل الميدل نيجاتيف و نيجاتيف عايز ان تماما بعد كده ايه تجيب ال inverse ال inverse تجيب ال reciprocal تبدل ال first term بال second term عشان باقي تجيب ال domain عشان باقي تجيب ال R minus 0 تجيب ال numerator و ال denominator يعني دي نيجاتيف 1 تبقى بوزيتف 1 نيجاتيف 2 تبقى بوزيتف 2 X تبقى 0 نيجاتيف 2 تبقى بوزيتف 2 مكتوب هاتبقى ال inverse في السمبلستي فورم نتقل ده مع ده تبقى X minus 1 over X number 2 بولي if N inverse of X equals 3 then find the value of X دي كده بتطلع ب3 X minus 1 over X بتطلع ب3 يبقى اعمل cross دي X minus 1 و دي 3 X دي تدخل جابا بالنغاتيف يبقى negative 1 equals 3 X minus X 3 X minus X يبقى 2 X يبقى X negative 1 divided by 2 يبقى النغاتيف هاو نعمل زوم اوت ayr 25. 25. 26. 28. 29. 30. 30. 30. 31 31 32 32 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 نأخذ 3 هنا هيكون فاكتور يبقى x و 15 divided by 3 يبقى 5 هذا الانفيرس اللي هو أول طلب اعكس 3 multiplied x plus 5 over x plus 2 multiplied x plus 5 هذا الدومين وبعدين نعملها في simplest form عشان ما تضيحش الدومين بتاعك لما تعمل في simplest form الاول تضيع الدومين or minus هاته النوميراتور والدينوميناتور هنا positive 5 تبقى negative 5 وهنا negative 2 simplify تبقى N inverse of x equal 3 4 over x plus 2 ثم يقولك number 2 if N inverse of x equals 3 what is the value of x ثم يقولك 3 equal 3 over x plus 2 ثم يقومك هل ما اقترها جميلة جدا؟ ركز معي ده هيطلع فوق وهذا ينزل مكانه يبقى x plus 2 equals 3 over 3 x plus 2 equals 3 over 3 equals 1 إنت تذهب هناك بالnegative تبقى x equals 1 minus 2 والتي هي negative 1 فكرة ستساعدك جدا مستر سأفهم فكرةك دي اعمل حبيبي الكروس سعيتي خاص اعمل هذا يا مستر احاضر انا سمعك 3 multiplied by 1 3 equals 3 multiplied by x plus 2 تعمل divide by 3 هي هي جاد تاني هي وتكمل لتربيه يقولي if nx equals x plus 7 x plus 10 over x plus 5 find n inverse of x in the simplest form find the domain of n inverse لكي تجيب n inverse يجب تجيب السمبلست الأول تعمل 2 brackets x plus 2 x plus x 2 number product بتاعهم 10 لانه plus بتاعهم 7 5 و 2 و دي plus و دي plus لانه d positive يجب تجيب ازر مادر positive x plus 5 هايزين بقى الدومين يبقى the domain of n inverse equal r minus set of zeros of numerator and denominator d positive 2 تبقى negative 2 positive 5 تبقى negative 5 هكانسل ده مع ده تبقى ما عمل simplify بقى nx equals x plus 2 بس لو صباح تعمل تحت 1 اليوم السرع عشان لما تجيب ال inverse تبقى بسهولة عليك اعكس تبقى 1 over x plus 2 number 5 لتريب يقولي if n x equals x power 2 minus 2 x over x minus 2 number 1 find n inverse of x in the simplest form showing the domain of n inverse showing the domain of n inverse دعونا نحقق الاول request number 1 n x يجب عليها في simplest form ان نأخذ هنا x هي common factor عندما نأخذ هنا x تبقى x عندما نأخذ هنا x تبقى 2 over x minus 2 بعدين كيف تجيب ال inverse و تجيب لها domain ال inverse ستعكس الأول تبقى x minus 2 تجيب ال reciprocal first term مما كان second term ستجيب لها the domain of n inverse r minus set of zeros of numerator and denominator here negative 2 تبقى positive 2 تبقى mr numerator and denominator علشان عكسنا طب هنا zero طب استمبلست form نقدر نكانسل ده مع ده يتبقى فوق one وقع تغلط وتكتب zero يبقى one over x في number 2 يقول لك if n inverse of x equals four what is the value of x يعني ده كده بيطلع بfour يبقى نجيب ده هنا يبقى نجيب ده مكان تبقى one over four equals x يبقى ال x بقوارتر number five literally if n x equals x power 2 minus 2x over x power 2 minus 2x plus 2 then find n inverse of x in the simplest form find the domain of n inverse تعالي بقى المتحن كله في نفس الفكرة ده اجمل حاجة في الجبرة الترمي ده ال x power 2 هناخد ال x highest common factor لما اخد نهايه ال x يتبقى x لما اخد نهايه ال x يتبقى 2 بعد كده ال x power 2 minus 2 x plus 2 هتبقى زي ما هي مالها السمبيليفاي بتعرف من هنا مستر مالها السمبيليفاي مش بلاقي two number product بتاحهم 2 وال plus بتاحهم 2 مستحيل فانت هتجيب ال n inverse x عن طريق انك بتقعكز ده بتجيب ال resuprecal بتاعه resuprecal طيب ال domain بقى ال domain خلي بالك انت بتجيب ال r minus set of zeros of numerator and denominator يعني يعني هنا مفيش zeros بس هنا فيه 2 لان دي ال negative 2 وفيه هنا الزيرو فرود كنا ايه كبرنا مسابتنا شوي تبقى 2 و 0 واخيرا لوتر بي بيقولي if n x equals x power 2 minus 2 x over x power 2 minus 3 x plus 2 find of number one n inverse of x in the simplest form showing the domain of n inverse عشان نجيب ال n inverse لازم نعمل الاول simplify of n x ولو هناخد ال هنا x هايست common factor هيتبقى لي هنا x وهنا هيتبقى لي 2 تحت هنعمل factorize x power 2 x و x 2 number product و البلاثة بتاعهم 3 يبقى 2 multiplied 1 دي positive يبقى لاثنين as the middle negative one negative هنcancel ده مع ده ونجيب الدمان of n inverse equals r minus set of zeros of numerator and denominator يعني دي x تبقى 0 d negative 2 تبقى positive 2 d negative 1 تبقى positive 1 يبقى يبقى n inverse of x بعد ما نسلنا ده معده نجيب ال inverse تبقى x minus 1 over x بعد كده n inverse of 2 n inverse of 2 يعني replace x 2 بس ولي if it possible لو ده ممكن the two من ضمن numbers اللي مستحيل اعمل بقى substituting اللي ان هي بتخليلي denominator بتاعي بزيرو فبتضوز the function بتاعتي فبالتالي n inverse is undivided of 2 طبعا ليه بقى لان هي because 2 not belong to the domain of n inverse ننتقل لنبر 5 لترقيب يقول لي if n of x equals x power 2 minus 2 x over x minus 2 multiplied x power 2 plus 2 find n inverse of x showing the domain of n inverse n of x هنعمل لها simplest form من الاول ناخد هنا x highest common factor لما خدها من هنا يتبقى x لما خدها من هنا هيتبقى 2 بعد كده معايا x minus 2 x power 2 plus 2 عشان نجيب n inverse of x هنعكس تبقى x minus 2 multiplied by x power 2 plus 2 over x multiplied x minus 2 هنجيب هنجيب نجيب of n inverse domain عبارة عن r minus set of 0 of numerator and denominator يعادين negative 2 ديبقى positive 2 dx ديبقى 0 negative 2 ديبقى positive 2 والpositive 2 مكتوبة خلاص يبقى عشان نجيب simplify هنكنسل ده معده يبقى n inverse of x equals x power 2 plus 2 over x